اماط النخب الوطني جمال بالماضي لثام هذا الاحد على قائمة المنتخب الوطني وذلك تحسبا لمباراتي الخميس المقبل امام الزنبيا بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدا وبعدها منتخب بوتسوانا بالعاصمة جابوران في الثامن عشر من الشهر الجاري ضمن تصفية كأس امم افريقيا الفين وواحد وعشرين المقرر بالكاميرون قائمة ثلاث وعشرين لائبا حملت منذ نهائية الكان الاخيرة عديد المفاجآت بداية بعودة هداف المنتخب هلال عربي سوداني بعد غياب لاكثر من سنة بالاضافة الى هاريس بالقبلة الذي ابعد عشية التنقل الى القاهرة لأسباب يعلمها الجميع في حين سيلتحق لاول مرة كل من مكسيم صبان رحو لعب فالونسيان وريضا حليمية لعب الحمراء والسابق وبيرشوت البلجيكي من الدرجة الثانية بينما من البطولة المحلية فقد وقع اختيار الكوتش على ادم زرغان متوسط ميدان نادي بارادو ومن بين المفاجآت الاخرى لتركيبة بالماضي اسقاط اسم ياسيم براهيم من القائمة في اول خطوة واضحة لابعاده بعد اجلاسه كرسية لاحتياط في الكان والمباريات الودية الاخيرة بالرغم من المستويات الرائعة التي بات يقدمها في البطولة القطرية فضلا عن هشان بوداوي الذي لم يفرض نفسه مع ناديه الجديد نيسا الفرنسي علوة عن الاسماء التي ستغيبها الاصابة وظروف اخرى على غرار ادم والناس محمد فارس ومهدي زفان مقابل ذلك حافظ جمال بالماضي على التركيبة الاساسية التي خاضت غمار بطولة امم افريقيا بقيادة الرياض محرز اسماعيل بن ناصر عيسى مندي بغداد بنجاح وبقية نسماء التي سطع نجمها في سماء بلاد الفراعنة نا